اسمحوا لي النهاردة أن أتوجه لحضراتكم ببعض المداخلات الخاصة ببعض الموضوعات اللي بتهم المواطن المصري وتخص كل الإجراءات اللي الدولة بتحاول أنها تقوم بيها في الفترة الأخيرة الحقيقة النهاردة كان هناك اجتماع مع فخامة الرئيس لاستعراض الموقف الاقتصادي والأداء المالي للدولة في خلال الشهرين الماضيين واستعراض احنا كدولة حنتحرك ازاي في خلال العام المالي الحالي لغاية منتصف يونيو 21 والحمد لله عرضنا أن الدولة المصرية المؤشرات الخاصة بالشهرين الأولانيين من العام المالي الحالي اللي هما يوليو وأغسطس الحقيقة فيه نسبة نمو وتحسن كبير على الرغم من كل التحديات اللي بنواجهها بسبب فيروس كورونا ولكن الأداء المالي في الشهرين الأولانيين حتى أفضل من الأداء المالي اللي الشهرين يوليو وأغسطس نفسهم من عام 2019 على الرغم من أن يوليو وأغسطس 2019 ما كانش عندنا تحدي فيروس كورونا وده الحقيقة كله بيؤكد على أن التوجه اللي الدولة النهاردة ماشى فيه هو ده للحمد لله مدي المردود الإيجابي جدا في سابات الاقتصاد المصري وثقة العالم كله في التقدم اللي بقى مصر بتحرزه واللي النهاردة ظهر في كل التصنيفات الدولية ومؤسسات الدولية اللي بتؤكد أن قوة الاقتصاد المصري وأن مصر قادرة وهي يمكن من الدول القليلة على مستوى المنطقة كلها وقرة أفريقيا اللي استطاعت ومازالت إن شاء الله الفترة القادمة بتؤدي أداء قوي والنمو الاقتصادي فيها بينمو بالإيجاب وليس بالسلب كغالبية الصحقة من الدول الأخرى وده اللي بيمكننا النهاردة كل فترة أن نحن ناخد أي قرارات وندخص جديدة اللي بتخدم المواطن المصري في الأساس في أي مشروعات النهاردة نحن بنعملها الحقيقة يمكن برضو سيادته استعرض تقرير بموقف الموضوع التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وهذا الملف طبعا اللي واخد زخم كبير جدا من كل مواطنين والحقيقة اسمحوا لي طبعا أن أنا عايز أوجه الشكر لكل المواطنين المصريين اللي تقدموا حتى هذه اللحظة واللي فعلا يعني بيده مؤشر قوي على اقتناع المواطن أن هذا القانون هو هدفه في الأساس صالحه وأن احنا عايزين نصوب موقف للأسف كان خاطئ على مدار عقود طويلة جدا وأن هذا القانون من خلال عملية التصالح بالتأكيد هيبقى بيخدم صالح المواطن المصري احنا حتى هذه اللحظة والحقيقة ده رقم مهم جدا لازم نقوله أن تقدم لنا حتى هذه اللحظة مليون وربعمائة ألف مواطن بطلبات للتصالح والحقيقة أنا بتابع على مستوى اليومي حجم التردد المواطنين والطلبات ويمكن طبعا عشان احنا كنا معلنين أن الموعد النهائي لتلقي الطلبات هو تلاتين تسعة أو تلاتين سبتمبر من الشهر الجاري فطبعا ابتدينا نلاحظ على مدار الأيام الأخيرة ازدحام كبير بالرغم من أن التوجيه لكل المحافظات بفتح منافس جديدة لتلقي الطلبات وبقينا بناخد مدة أطول حتى بنتأخر كتوقيتات على مستوى المحافظات بنقعد لفترات زمنية أطول عشان نتلقي أكبر قدر من الطلبات ولكن من الواضح أن نتيجة الرغبة عدد كبير جدا من المواطنين في انتهاز هذه الفرصة الكبيرة لتقنين أوضحهم بقى هناك حجم طلبات كبيرة جدا الناس عايزة تقدم وبيشتكوا من أن القدرة الاستعابية لكل المنافذ للمحافظات عاملاها النهاردة مش قادرة برضو تستوعب حجم الكبير للطلبات اللي بتبقى النهاردة المواطنين عايزين يتقدموا إليها وعشان كده يمكن رغبة مننا كدولة وكحكومة في التيسير على المواطنين في أن نسمح لأكبر عدد بأنهم يتقدم يعني النهاردة إن شاء الله نحن بنعلن أنه حيتم مد مدة تلقي الطلبات لمدة شهر آخر يعني تبقى لنهاية أكتوبر بدل ما تكون نهاية سبتمبر وعايز أأكد على شيء مهم جدا أنا بشجع وبطلب من كل المواطنين يدوموا على التقدم بالطلبات وإحنا كل ما حنشوف على الأرض الموقف وإن فيه أعداد متزايدة والناس بتقدم بالتأكيد حنحقق أو حنتخذ القرارات اللي لصالح المواطن المصري وبالتالي بمعنى إن إحنا النهاردة بنتكلم على إن حيبقى المعاد الجديد 30 عشرة ولكن مع الإقبال وإذا وجدنا إن ده فيه هناك رغبة من المواطنين وفيه أعداد زيادة موجودة برضو حننظر فيه إمكانية مد هذا التاريخ من عدمه أنا اللي عايز أأكد عليه إحنا كمصريين نفسي إن إحنا نستمر بنفس الأعداد اللي موجودة النهاردة وبتقدم عشان ناخد أكبر حجم من الطلبات في هذه المدة الفكرة كلها إن إحنا كل ما حنسرع في تقديم الطلبات ونقفل هذا الباب كباب تلقي الطلبات حنسرع بإجراءات التقنين فورا فبالتالي إذا قدرنا إن إحنا ناخد كل الطلبات على آخر عشرة حيبقى عندنا مدى زمني قصير بعدها إن أنا أبدأ أقنن الأوضاع كلها ويبدأ المواطن خلاص ياخد الوثائق اللي من الدولة اللي بتؤكد على إن موقفه سليم وبالتالي يبقى ما علوهوش أي ضغط بعد كده فيه إن هو يبقى وضعه غير قانوني أو غير رسمي فعشان كده الحقيقة نبادع المواطنين إحنا صحيح ما دينا شهر بس أرجو إن إحنا ما نهداش بقى الشهر ده كله ونيجي على آخر برضو 3-4 تيام ونتقدم ويبقى فيه التزحم الشديد بقى عندنا النهاردة شهر إضافي أرجو إن إحنا كل اللي ورقه جاهز أو كان عايز يقدم في 3-4 تيام القادمة اللي هم كانوا مفروض لغاية 30-9 يبادر إن هو بقى يقدم برضو لإنه بقى عنده النهاردة شهر زيادة وبالتالي نقدر نستوعب أكبر حجم من الطلبات إن شاء الله وبأكد مرة أخرى إذا وجدنا إن استمرار إن المعدلات كبيرة وإن عدد الكبير من المواطنين راغبين في تقدم بطلبات التصالح كل ما هنراجع نفسنا وحنشوف إيه اللي نقدر نعمله لصالح المواطن المصري وده اللي يمكن عايز أكد عليه مرة أخرى كل مواطني عنده مشكلة أو عنده كانت مخالفة يتقدم بطلب التصالح بغض النظر هي إيه هي المخالفة وعلشان نقدر إن إحنا النهاردة بواقع الحصر نتخذ الإجراءات تبقى لحجم المخالفات وتبقى لأماكنها نشوف إيه القرارات اللي نقدر ناخدها لصالح المواطن المصري الدولة مرة أخرى أنا بأكد الدولة لا نبغي إن إحنا يعني مش هنهدم أبدا عقارات مشغولة بمواطنين عمرنا مع الدولة حتهدم عقار مشغول بأهلنا وبأسارنا بأسكنين فينا إحنا كل هدفنا إن إحنا نقنن هذه الأوضاع وإن إحنا يبقى المواطن بعد كده وأنا بأكد عليها مش واقع تحت ضغط إن هو وضع غير قانوني أو غير رسمي ويبقى هناك ممكن يكون خاضع بعد كده لأي ممارسات ممكن أن تمارس عليه من أي حد بما فيهم ممكن يكونوا موظفين الحكومة نفسهم وأنا باتكلم هنا بمنتهى الشفافية في بعض المناطق وبالتالي لما وضعنا حيبقى رسمي حيبقى إحنا كلنا في النور ونقدر نستفيد من عقاراتنا كأصل النهاردة نقدر إن إحنا نتكلم فيه أنا بقول هذا الكلام لإن إحنا برضو على مدار الفترة السابقة بنراجع الموقف ويمكن كان فيه اجتماع من ثلاثة أيام لللجنة الخاصة بوضع الاشتراطات التخطيطية الجديدة اللي إحنا هنفتح بيها مجال البناء مرة أخرى حضراتكم عارفين كويس قوي إن إحنا أخذنا قرار بإيقاف حركة البناء لمدة ستة أشهر المدة دي ستنتهي يوم بالفعل يوم 24 نوفمبر إنما إحنا النهاردة واللي أنا بأكد عليه إحنا حنحاول إن شاء الله قبل هذا التاريخ أيضا نكون أعلن عن كل الاشتراطات التخطيطية عشان نعيد مرة أخرى حركة البناء في كل المدن المصرية القائمة وبالتالي حتى اللي كان شرع في البناء وتوقف حيبقى في إطار التخطيطات الاشتراطات الجديدة اللي حتعلن والأسلوب التنظيم الجديد لعملية البناء حيبقى قادر إن هو يستأنف نشاط البناء بتاعه أو حتى اللي كان عنده أرض وفي أي مكان وكان يعني عنده الرغبة في إن هو يشرع في البناء عليها والاستفادة منها في إطار الاشتراطات اللي حتعلن حنقدر النهاردة إن إحنا نفتح له هذا الباب إحنا كل اللي حنقدر إن أنا بقوله إن إحنا إن شاء الله يعني بحد أقصى التاريخ اللي هو المفروض المدة الستة أشهر ينتهى عنده حنكون كل الاشتراطات أعلنت للمواطنين عشان كله يقدر إن هو يستفيد بعد كده من الأصول بتاعته سواء أراضي أو أي عقارات كان بدأ أو شرع في بناءها إن هو يقدر إن هو يستأنف مرة أخرى هذا النشاط أنا عايز يمكن هنا أقول نقطة مهمة جدا إن إحنا بننظر أيضا للبعد الاجتماعي في الريف بتاعنا وإن إحنا التوجه إن شاء الله اللي حناخده كحكومة إن إحنا إحنا كلنا بنقول مش عايزين يحصل بناء على الأرض الزراعية فحنبقى بنشجع البناء الرأسي وبالتالي حيبقى التوجه بتاعنا بإذن الله اللي إحنا كلنا كلجنة مختصة من كل أجهزة الدولة إن إحنا يبقى هناك اشتراطات عامة لكل القرى المصرية بتشجع فكرة البناء الرأسي عشان ما نستنزفش أراضي زراعية جديدة ويبقى عندنا اشتراطات موحدة لكافة القرى المصرية بإذن الله يقدر بقى أي مواطن مصري في الريف يبقى عارف إن هو يحدوده ويقدر إن هو يستفيد من القطعة الأرض بتاعته اللي موجودة في الإطار القانوني اللي حنسمح فيه في البناء الحيز العمراني اللي موجود أو أي كان الكتل اللي إحنا حنقبل إن يحصل فيها بناء يقدر إن هو يرتفع ويستفيد من الأرض بتاعته ويقدر إن هو يبني عليها دي كلها أنا إجراءات أنا حابب إن أنا أقولها لإن بنأكد إحنا عايزين نقنن عملية البناء والتنمية في مصر ويمكن أحد أهم القرارات الأخرى اللي أنا حابب أعلنها ويمكن ده برضو اللجنة يعني معنية بهذا الموضوع يعني بنعمل عليه إن إن شاء الله زي ما قلنا لحضراتكم حيبقى لكل عقار في مصر رقم قومي حيبقى هناك رقم قومي لكل وحدة ولكل عقار في مصر وإن شاء الله الهدف إن إحنا قبل نهاية عشرين واحد وعشرين حنكون استكملنا هذه المنظومة بالكامل اللي بناء عليها حننظم كل حركة البيع والشراء للعقارات المصرية ويقدر المواطن المصري نتيجة لكده يبقى متطمن إن أي عقار هو بيروح يشتريه يبقى عارف إن هذا العقار رسمي وهذا العقار مقنن ويقدر عملية تداول بيع وشراء الوحدات العقارية وهنا بتكلم على العقار أيا كان عقار تجاري عقار سكني عقار صناعي يقدر إن هو المواطن يبقى عارف كويس قوي إن هذا العقار وضعه قانوني وما يبقاش يقع في أي خطأ نتيجة لإن ممكن كان يبقى مالك قبل كده بيعلق عقار وهو مش عارف وضعه قانوني إيه وهل هذا العقار رسمي أو عقار مخالف ولا مش مخالف ودي أعتقد حتكون بتساعد بصورة كبيرة جدا حماية الأصول العقارية للمواطنين المصريين ويقدروا بيبقى بكده عارف كل واحد فينا حقوقه إيه والتزامات إيه نقطة أخيرة الحقيقة يمكن النهاردة في اجتماع فخمة الرئيس ووجه لها لدعم قطاع الصناعة المصرية وتشجيع عملية الصادرات ودي كانت قضية الحقيقة موجودة من 2012 حتى الآن وهو رد أعباء التصدير لكل الشركات المصرية وكل المصدرين المصريين اللي كانوا فعلا صدروا للخارج وكان المفروض تبقى للقوانين والقرارات الخاصة بتحفيز عملية الصادرات كان المفروض أن هم يتلقوا أو يعني يرد إليهم أعباء التصدير والحقيقة يمكن الدولة نتيجة للظروف اللي مرت بيها حصل تراكم لهذه الأرقام بصورة كبيرة جدا من 2012 حتى تاريخنا الحكومة الحقيقة العام الماضي عملت برنامج مهم جدا استطعنا من خلاله رد 30% من المستحقات اللي كانت مترقمة للمصدرين علينا على مدار من 2012 حتى الآن ولكن كان توجيه فخامة الرئيس النهاردة عشان دعم السناع والمصانع وكل من يصدر النهاردة في مصر وعلشان أن احنا نديلهم سيولة كافية في إيديهم تمكنهم من استمرار عملهم بل ومضعفة كمان خطوط الإنتاج بتاعتهم كانت توجيه أن نرد كامل المتأخرات اللي علينا كدولة في إطار فورميلا أو نموذج حنعمله من خلال وزارة المالية ووزارة الصناعة مع هؤلاء المصدرين بحيث ينتهي هذا الملف بالكامل ونرد ما سيتم الاتفاق عليه معاهم قبل نهاية ديسمبر 2020 يعني في خلال ثلاث أشهر فقط هنكون كده قفلنا الملف اللي كان موجود وكان بيقرق كل المصانع المصرية وكان دايما بيشتكوا أن احنا لنا مبالغ متراكمة عند الدولة والدولة النهاردة الحقيقة يعني ما كانتش قادرة أنها تلبي هذا الموضوع أنا باعلن النهاردة بإذن الله أن احنا هنرد كل الأعباء اللي كانت متراكمة علينا كدولة إن شاء الله قبل حلول نهاية ديسمبر 2020 إن شاء الله والأهم إن البرنامج الجديد وده التوجيه اللي تم لمعالي وزيرة الصناعة ولسندوق دعم الصادرات إن لا تتجاوز بعد كده لكل عملية رد الأعباء لا تتجاوز المدة الزمنية ما بين عملية التصدير ورد الأعباء مدة الستة أشهر بحد أقصى وبالتالي كل ده هدفنا عشان بنيسر على المصنعين لأن وراهم كم هائل مئات الألوف وملايين العمال اللي شغالين في مصنعهم يبقى عنده القدرة النهاردة إن هو يستفيد من كل هذه المبالغ مرة أخرى في ضخ هذه الأموال في تشجيع عملية الصناعة والتنمية إن شاء الله في قطاع الصناعة اللي إحنا كلنا مقتنعين إن هذا القطاع مهم جدا وبيخدم الدولة وهو ده من أحد الركائز الأساسية اللي حينموا عليها الاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة بإذن الله والدولة النهاردة كل ما سيكون من قرارات بتشجع عملية الصناعة ودعم التصنيع المحلي وتقليل فطورة الاستراد خاصة في مجالات مستلزمات الإنتاج اللي دخل عندنا في الصناعة كل ما هناخد قرارات تشجع وتبقى حوافز تشجع المصنعين على فعلا تعميق التصنيع المحلي وتوتين الصناعة تبقى موجودة في مصر لأن كل ده في الآخر بيخفف من أعباء الاستيراد والأعباء الضغطة على العملة الصعبة وبيشجع بالتأكيد نمو الصناعة وطنية في مصر إن شاء الله أنا بشكر حضراتكم وإن شاء الله أنا مرة أخرى بأكد على كل مواطنين يعني أنا بأنشدهم الاستمرار في التقدم في طلبات التصالح على مخالفات البناء عشان نقدر إن إحنا يعني نتلقى أكبر قدر ممكن من الطلبات واللي عايز أأكد عليه مرة أخرى في النهاية التقدم بالطلبات بناء على الأرقام المالية النهائية اللي أعلنت في مجال في قيمة في تقدير قيمة التصالح وده أنا عايز أأكد لو أي مواطن ليه شكوى من تعنت أي جهة في تلقي الطلبات أرجو إنكم تتقدموا فورا لمنظومة الشكاية وفي مجلس الوزراء بشكواكو وإن شاء الله على طول سينظر إليها فورا واتخاذ القرار اللي بيأكد على حق المواطن والتيسير على المواطن في هذا المجال لأن مرة أخرى ومرة يعني عشرة والمرة الألف أنا بأكد عليها كل هدفنا كحكومة من هذا الموضوع نقنن وضع كان موجود لعشرات السنين بطريقة غير رسمية ويخدم المواطن المصري في الاستفادة من الأصول بتاعته اللي كانت لفترات طويلة هو مش قادر إنه يستفيد منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته